الجيش الاوكراني عنده مشكلة ضصمة جدا جدا وامريكا عندها حل يعني امريكا في حل كده ممكن تلعب عليه وهو ايه هو ايران ليه لان اوكرانيا النهاردة طلبت من ايران وقف ارسال مصيرات للجانب الروسي كفاية احنا استوينا من شاهد مية ستة وتلاتين شاهد مية ستة وتلاتين بعده اوكرانيا كان بتصخر منها وعملت قولك اه دي اي كلام وطلع زينسكي تصور جنب مصيرة من شاهد مية ستة وتلاتين وقالك احنا اسقطناها كم لو كم ده كله دلوقتي زينسكي بيطالب ايران يقولها كفاية يعني بلاش تبعاتي مصيرات فلو خدت بالك امريكا دلوقتي بتعقد صفقة مع الجانب الايراني للافراج عن ستة مليار دولار مقابل خمس ايرانيين مجنسين او مزدوجة جنسية معهم باسمورتات امريكية يعني الاموال دي كلها مقابل خمس ايرانيين مجنسين من وجهة نظر يعني صفقة مبالغ فيها جدا جدا الا لو امريكا بتحاول ترشي ايران عشان توقف ارسال المصيرات للجانب الروسي ممكن او اعاوز اتفتح معها كلام او اتحاول تقنعها بشكل او باخر